اشتركوا في القناة 24 ساعة راحة بعد الانتهاء من مباراة سان جولش كان فيه تمرينات او تدريبات الشفائية وبعد كده راحة 24 ساعة والنهاردة الاستعداد الفعلي او الجدي بقى ان شاء الله استعداد اللي موجة امبي في مباراة قبل نهائي كاس مصر الكاس في نسخته القديم خليني ابدأ مع حضرتكم بقرعة دوري الابطال لسه ما عندناش طبعا نتيجة القرعة اللي هتتعامل ان شاء الله يوم 6 اكتوبر لكن خليني وكل سنة طبعا وكل المصريين طيبين وبالف خير بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر العظيمة اليوبيل الذهبي 50 عاما على واحد من اكبر واروع الانتصارات العسكرية في التاريخ مش بس في تاريخ المصري خليني ابدأ مع حضرتكم وادخل في تفاصيل المتأهلين لدور المجموعات في بطول الدوري الابطال اللي يقال عليها انها مسابقة وبطولة اضعف من الدوري المصري لكن على كل احوال خلينينا ملتفتش الموضوعات دي خليني اقول لحضرتكم انه رهاني مش على قوة المجموعة اللي هيقع فيها النادي الاهلي انا بعتقد انه الاهلي مؤهل لمواجهة اي فريق في افريقيا السنة دي وقادر على انه يتخطى هنعمل حساب للخصم والمنافس ده كلام مفيش منه شك لكن الاهم انه المنافسين كلهم هيعملوا حساب اكتر للاهلي والكل بيبحث عن الابتعاد عن الاهلي في دور المجموعات بشوف انه الحقيقة الفرق اللي تأهلت في مجملها 70-80% فرق قوية فرق عندها شخصية البطل فرق عندها تاريخ في البطولة فرق عندها طموح مشروع في المنافسة على اللقف في البطولة في نسختها اللي جاية بالتأكيد مش هتكون سهلة من مصر تأهل نادي الاهلي وتأهل نادي بيرامدس حديث العهد طبعا اول مشاركة ليه في بطولة دوري الابطال واعتقد كنها اول مشاركة ومع انه رصيده خالي من الالقاف في بطولة الكنفدرالية اللي سبق المشاركة فيها ده بالتأكيد هيأثر على تصنيف بيرامدس في المجموعات لكن بالتأكيد مش هيأثر على فرصه فيه انه يكون منافس قوي على البطولة لانه الحقيقة فريق بيملك سكواد محترم من مصر الاهلي بيرامدس زي ما قلنا عندنا سانداونز واحد من اقوى الفرق اللي هتنافس على اللقب السنة دي سانداونز بعدتها دائمات هنتكلم عليها بالتفصيل في الايام اللي جاية وقبل بداية المشوار في من جنوب افريقيا عندنا جالكسي من بوتسوانا عندنا طبعا الترجي التونسي بما له من تاريخ طبعا كبير في بطولة افريقيا ومن تونس ايضا تأهل النجم الساحلي عندنا فريق مديمة من غانا عندنا باترو اتلاتكو من انجولا عندنا يانج افريكانز وصيف الكونفيدرالية في نسختها الاخيرة من تنزانيا عندنا مازينبي طبعا من الكونغو واحد من الفرق الكبيرة والعملاقة في افريقيا عندنا الوداد المغربي طبعا وصيف النسخة الاخيرة بعد النادي الاهلي وبطل النسخة الاب للاخيرة عندنا اسك ميموزا طبعا تاريخ وبطولات بس طبعا ده كان يعني في كودفور طبعا عندنا الهلال من السودان وعندنا سينبا من تنزانيا وعندنا الشباب بالوزداد من الجزائر دي الفرق اللي تأهلت عشان تخوض المرحلة التانية من دوري ابطال افريقيا دور المجموعات التوزيع هيكون ازاي والتصنيف هيكون ازاي ده اللي هنتابعه مع حضراتكم في الايام اللي جاية وصولا طبعا لموعد اجراء القرعة اتمنى وراهنا على ايه من خياس بالنسبة لي السنة دي مختلف تماما يعني كنت بفضل دايما في دور المجموعات انه الاهلي يبدأ بشكل تدريجي انه المجموعة ما تبقاش تقيل قوي عشان ما يتمش او ما يتعرش الاهلي ضغط وارهاق بداية من دور المجموعات والنسيب ده او نأخر ده ونأجله لأدوار الاقصائية دور التمانية دور ربع النهائي نص النهائي والدور النهائي لكن السنة دي مش برانة على كده ما تفرقش معايا مين ييجي معايا في نفس المجموعة الاهم هو الناحية الجغرافية بالنسبة لي مشفقا على فريق النادي الاهلي ورحلاته اللي بيخود فيها او بيجوب فيها القارة شمالا وجنوبا فبتهيالي انه الافضل للاهلي السنة دي مش اسم المنافس الافضل للاهلي السنة دي هو انه المجموعة تبقى في نطاق جغرافي دي يعني نلعب مع الهلال السوداني اهلا وسهلا وليلقى مع الاشقاء في السودان دايما بيبقى داربي ممتع كده وليه طعم خاص نلعب مع الاشقاء في الجزائر نلعب مع الاشقاء في تونس يعني ما يبقاش فيه رحلات مكوكية بقى لأقصى جنوب واقصى غرب القارة اعتقد ده يفرق مع الاهلي كتير في مشواره السنة على كل احوال كل ده هنقشه بالتفصيل في حلقة النهاردة ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات هيكون دفنا النهاردة واحد من نجوم منتخب فرنسا واحد من نجوم باير ميونيخ ولي سانيال هيكون ضيف علينا في السادسة كل ده هيكون مع حضراتكم لكن بعد الفصل محظوظ لما تكون بتلعب لمنتخب من اقوى منتخبات في العالم وفي نفس الوقت النادي من اقوى الانداف العالم وتكون دايما مرشح لتحقيق الالقاب دي باختصار شديد يمكن جزء من مسيرة ولي سانيال نجم منتخب فرنسا السابق وطبعا نجم من نجوم باير ميونيخ واحد من هدفين الفريق صاحب اهدفه ومياز الحقيقة وحاليا هو بيتولى مسؤولية المدير الفني لمنتخب جورجيا خلينا نستقبله ونرحب بيه معنا في السادسة طبعا كل شكرا لك على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي ولي سانيال نجم فرنسا ونجم باير ميونيخ شكرا جزيلا شكرا لدعواتكم لي يعني خليني ابدأ من اخر المحطات توليك لمسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب جورجيا بتشوف المرحلة دي ازاي تمحاطك ايه مع منتخب جورجيا سواء في تصفيات اليورو او تصفيات المؤهلة لكاس العالم تعلم ان المنتخب جورجيا ليس بفريق كبير على المستوى الدول الاوروبية في عالم كرة القدم ولكن طبعا لدينا لدينا الفترة القادمة هي تصفيات كاس المؤهروبية سنقابل منتخبات قوية مثل من اسبانيا والعديد من المنتخبات الصعبة والمباريات التي تكون صعبة ولكن نحن في شهر الثلاثة سنسعى أن نقوم بأقوى ما لدينا وأن نكون مستعدين أيضا إذا وصلنا لصعود للأمم ايروبا سيكون صعود تاريخي هل الراهان في منتخب زي منتخب جورجيا بيكون على اللعب النجب شوفنا التجارب قبل كده شوفنا زلاطان إبراهاموفيتش مع السويد شوفنا أو بنشوف حاليا إيرلنج هالند مع النرويج أيضا منتخب جورجيا يملك موهبة الجميع أجمع على تأثيرها وخصوصا مع فريقها في الدوري الإيطالي وهو كفيتشا كفارسخيليا نجم نابولي اللي حقق بطولة الدوري الإيطالي هل تعتقد أنه قادر على أنه يكون فاعل أو مؤثر بنفس الشكل مع منتخب جورجيا أم لا القصة ما بين نابولي وجورجيا مختلفة تماما لا هو لعب رائع أيضا ويؤدي بشكل رائع أيضا معنا ليس فقط مع نابولي هو لديها العديد من الوقت لكي يتطور أكثر وأكثر ونحن أخترناه لأنه لاعب مؤثر ونحن نشجعه أن يستمر في العمل بقوة لكي يستمر في التقدم ويستمر في تحسن مستوى ونعلم أن منتخب مثل منتخب جورجيا يوجد لاعبين رائعين كما كنا خيليا ولكن أعتقد أنه في الوقت الحالي أن منتخب جورجيا الآن له أيضا من العناصر الجيدة وفي أوروبا ظهرت بشكل قوي هل كنت مع أو ضد بقاء كفارتخيلية في فريق نابولي كثير من التقارير وتحدثت عن رغبة عدد كبير من أندال كبيرة في أوروبا في ضم كفارتخيلية الموسم الأخير أو موسم الانتقالات الأخير هل كنت مع فكرة رحيله لنادي أكبر لإسم أكبر يساعده على التقلق يساعده على تطوير مستوى ولا كنت مع فكرة بقاءه في نابولي ولا حفاظ على النجاحات التي حققها الموسم الأخير هذا الشيء يجب عليه هو من يقرره هو الأدرى أن يرى لمستقبله وكاريره في المهني كلاعب كرة قدم ولكن عندما أتحدث إليه الشيء الوحيد الذي تحتاج إليه أن تلاعب والشيء المهم أن تستمر في اللعب لن تذهب إلى نادي لن تشارك فيه بشكل مستمر الأهم دائما للعب كرة القدم هو أن يلعب ويتمرن طول الوقت وأن يكون لديه الفرصة للمشاركة إذا بقى في نابولي هذا الشيء رائع له ولكن ما أتوقع له أنه سيظهر بمستويات رائعة ما يؤهل للعب في الأندية الكبيرة مثل بايا مينيخ وريا مديد أو بعض الأندية الإنجليزية بالكلام والحديث عن بايا ميونيخ يهمني عفما محطة بايا ميونيخ وخصوصا أنك أنت مع الفريق البافاري قدرت تتحقق لقب الشامبينز ليج أهم الملامح في فترة لعبك لفريق بايا ميونيخ أهم ذكرياتك مع نجوم الفريق في الوقت ده نعم أنا لعبت تسعة أعوام في بايا مينيخ لدي العديد من الذكرات الرائعة ونحن فعلا حصلنا على دور أبطال أوروبا ولكن بايا مينيخ هو الفريق الذي ساعدني أن أصبح إنسان ورجل مسؤول أنا ذهبت إليهم وأنا كنت في عمر صغير هم من علموني كرة القدم هم بايا مينيخ والفريق الذي علمني كرة القدم وساعدني أن أقابل ناس رائعين ولاعبون على مستوى رائع وأيضا المديرين الذي طرمت معهم ميونيز والعديد من المدابين وبايا مينيخ والعديد من الفرص بايا مينيخ أثرت في حياتي بشكل شخص بتشوف أن الجيل الحالي بما أنك كنت بطل ورفعت كاس أو درع بطولة دوري أبطال أوروبا بتشوف فرص الفريق البافاري إزاي فيه النسخة الجديدة من دوري الأبطال أعتقد أن البايرن مع مانشستر سيتي وريال مدريد هم واحد من أفضل من ثلاث أو أربع فرق في العالم هم استطاعوا أن يفوزوا وأن يذهبوا إلى مستوى رائع حتى على المستوى الحالي الآن ولكن هم أضموا العديد من المواهب في هذا الوقت الحالي ولكن أتمنى أن اللاعبين الذين استقطبوها قادرون على الصعود بهم والوصول بهم لنهاء دوري أبطال أوروبا رأيك في خط هجوم باير ميونيخ ويبدو أنه من بعد رحيل ليفاندوفسكي وأنه هجوم البايرن يعاني إلى حد ما النسخة الأخيرة من الدوري الألماني فاز بها في الأمطار الأخيرة بشق الأنفس أو بصعوبة كبيرة بعد ما كان اللقب أقرب لبروسيا دورتموند تم محاولة تعويض رحيل ليفاندوفسكي بساديو ماني ولم تنجح المغامرة أيضا السنة دي الكل تحدث عن هاريكين واحد من أكبر النجوم المتقلقين في الدورة الإنجليزية وانتقالوا لبايرن ولكن نسخة هاريكين مع البايرن تختلف تماما عن نسخة هاريكين مع توتنهام أسمع رأي ويلي سانيول أعلم مع هاريكين ومع ريو ساني ومع كومان وجنابري يوجد العديد من اللاعبين الرائعين على مستوى النجوم في باير ميونيخ ولكن أيضا يوجد الفرق الأخرى الذي تمتلك دفاعات أقوية دفاع قوي ما يجعل يوجد توازن في المباريات ولكن أعتقد أن البايرن هو فريق لديه العديد من الخبرات اللاعبين الخبرات مثل كيميتش ووبي ميكانو هم اللاعبون هم الخبرة الكبيرة وهي مفيدة الخبرة مفيدة جدا تساعد في البطولات العظمى والكبرى للحصول عليها ولكن أعتقد أن هذه السنة أعتقد أن باير ميونيخ سيذهب على الأقل لأقبل النهائي يمكن يعني بمناسبة نحن مستمرين في الكلام عن باير ميونيخ كان لديك تأجربة تدريبية مع واحد طبعا من أهم الأسماء في عالم التدريب في الوقت الحالي وقال كارلو عن شيلوتي اشتغلت معي كمساعد في باير ميونيخ نمرة واحد عايزك تكلمني أكثر النقاط اللي انت استفدت فيها من خبرات مدرب بحجم أنشلوتي وده كان تأثيره عليك بعد كده لما اتجهت العمل كمدرب مع كارلو أنشلوتي أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مخابلات لي في عالم في كرة القدم عملت معه لبعض الشهور ولكن رأيت فيه كان مدير رائع ومدرب رائع يستطيع أن يؤثر على مستوى اللاعبين هو شخص رائع بالنسبة لنا وهو أيضا أنا تعلمت منه الكثير كل يوم كنت أتعلم منه شيء جديد كيف يتعامل مع الفريق كيف تدير فريق كيف تتعامل مع اللاعبين الزوخبرات ولعبين الصغار في السن هو كان أثر في تاريخي في تدريبي من الأسماء الآتي ذكرها كارلو أنشلوتي باب جوارديولا يورجين كلوب وخليني أقول أنتونيو كونتي مين المدرب الأفضل أو مين المدرسة التدريبية الأفضل من وجهة نظر ولي سانيار المدرب الأفضل هو المدرب لدي أفضل فريق سأكون صريح معك بهذا يوجد مدربين رائعين ومدربين قادرين على الحصول يحصلوا على ألقاب كبيرة في تشامبينز ليج وفي بطولات مع المنتخبات القومية ولكن هم فعلا مدربين كبار ولكن لديهم اللاعبين الرائعين يوجد اختلاف من كل مدرب ومن طريقته ووجهة نظره ولكن الفريق الذي يكسب هو الذي يمتلك دائما المدرب الجيد لأن النتيجة المدربة الذي يفوز هو المدرب الأفضل من وجهة نظرية أيًا يوجد الأشياء المشابهة ببعض المدربين ولكن الفوز هو العام الحاسم لكن بالتأكيد أنت تأثرت أو بالنسبة لك وأنت بتاخد تجربة التدريب في رول موضل في مثل أعلى أو في قدوة أو في حد أنت بتستلهم طريعك وإسلوب تدريبك منه حتى لو لم يكنتش بيدرب حالياً إذا قلت لكم في كرة القدم يوجد دائماً لعبين كبار مدربين كبار ما يلهمون ويعطون الأمل ولكن ونحن نتمنى أن نقود الفرق مثلهم ولكن في المنتخبات الوطنية شيء مختلف ليس مثل فريق لأنك دائماً دائماً ليست دائماً في تواصل مع العيديك لأنك شيء معقد أكثر لأنك ترهم في مرة في شهر ومرة لا ولكن يوجد أنا أحب أن أكون مدرباً لفريق قومي هذا الشيء رائع ولكن لا أستطيع أن أقول اسمهم بعيني خلينا نذهب معك للكرة الفرنسية وبعيداً عن كونك مدرب أو مدير فني لمنتخب جورجيا بالتأكيد حريص على متابعة لعبيك لكن أي أكثر دوري بتكون حريص على متابعته وإيه أكثر دوري بتشوف أنه الدوري الأكثر قوة والأكثر إمتاعاً على مستوى العالم أعتقد الدوري الأقوى في أوروبا سأقول الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي يوجد عدد كبير من المدربين واللاعبين الرائعين القادرين على الفوز بالبطلات لكن إذا تحدثنا في أسبانيا يوجد فقط الريال وبرشلونة في ألمانيا باير وبروسيا دورتمود وفي فرنسا لا يوجد إلا بريسا جلمان ولكن في إنجلترا يوجد مانشستر سيتي يوجد ليفربول أرسنال تشيلسي أحياناً توتنهام أحياناً مانشستر يونيتد ويوجد العديد من الفرق الكبيرة القوية لذلك المنفسة والمستوى المنفسة أكبر بكثير في إنجلترا ولهذا أنا أفضل المشاهدة الدوري الإنجليزي لأن دائماً أرى المباراة الكبيرة يهمني أخذ رأيك في الدوري الفرنسي وهل فقد الدوري الفرنسي جزء من بريقه أو من لمعانه وبعد رحيل نجوم بي أجي نجم بحجم ليوميسي نجم بحجم نيمار نجم بحجم ماركو فيراتي حتى سيرجي راموس راحل أيضاً عن صفوف البي أجي لا أعتقد هذا تعرف عن الجميل في كرة القدم يوجد دائماً اللاعبين ويوجد دائماً المدربين ولكن كل اللاعبين يذهبوا كل اللاعبين يرحلوا ولكن الكرة القدم تبقى كرة القدم تبقى مهما كان يسمى اللاعبين الذي نتهي ويوجد 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 صعبك الدوري الفرنسي دائماً لافت للأنظار يوجد في باريس الجمان ومارسيليا ليون وموناكو يوجد دائماً الفرق الكبير أيضاً مثل في مصر يوجد الأهلي يوجد الأهلي يوجد اللاعبين الكبار يوجد المدربين الكبار ولكن حتى إذا ذهب اللاعبين يبقى الأهلي وأهلي فيوجد من وجه نظري حتى إذا ذهب اللاعب كبير تبقى كرة القدم على مستوى حلو كلام النجم الفرنسي ويلي سانيول وده خلينا أسألك بالمناسبة لو المواجهة الممكن وهي مواجهة متوقعة وممكن تبقى منتظرة بين بي أجي مثلاً وبين باير ميونيخ ولي سانيول يميل لتشجيع مين في بطولة شامبينز ليج باير ميونيخ؟ باير ميونيخ؟ باير ميونيخ؟ أنا سأشجع هي المرة الوحيدة بالنسبة لي بمعيني فرنسي وأنا أحب دولتي وعندما تكون فرنسا تلعب أو لا فريق فرنسي أشجعه دائماً ولكن هي المرة الوحيدة التي تشجع فيها فريق ليس فرنسي هو سيكون باير ميونيخ لأني أنا بقيت عمر في هذا الفريق ولعبته وهو فريقي وهو كل تاريخ حياتي في باير ميونيخ فيبقى باير ميونيخ فريقي الأكبر والصاحب ما كان في قلبي طيب خليني أقف مع لحظة أنا بالتأكيد مدرك أنها كانت في منطقة الصعوبة لحظة خسارة نهاية كاس العالم أمام إيطاليا في 2006 كنت أحد من سكواد المنتخب الفرنسي المباراة الشهيرة طبعاً أفكر حضراتكم بها الواقعة الشهيرة بين زين الدين زيدان وبين ماتيراتزي اللي قدت لطارد زيدان وده أثر بشكل كبير جداً على سير المباراة وانتهت المباراة بفوز إيطاليا بعد نهاية المباراة إزاي استقبلتوا خسارة اللقب اللي كنتوا الأقرب ليه في بطولة بحجم بطولة كاس العالم نعم في كاس العالم تعرف هي البطولة الأكبر والأجمل في كل عالم ومن المؤكد عندما تكون في المباراة النهائية والتخسر بعد المباراة كان يجد العديد من الحزن والغضب الشديد في غرفة الملابس لأن هدفنا كان التضحية بكل الترق من أجل الفوز بهذه البطولة ولكن طبعاً مر أكثر من 17 عام مروا على هذه البطولة ولكن ليس لدي الحزن ولا إحساس سيء ولا إحساس بالندم الآن ولكن لأننا بعدها استطعنا اللعب بطريقة ريعة ولكن الصورة التي تبقى في عقلي دائماً وفي قلبي هي الصورة أن أتمنى دائماً أن نصعد لكاس العالم ونفوذ بكاس العالم ولكن ليست فقط لعبين رعيين ولكن كل ما أتذكره أنا كان لوجد لدينا أناس رائعين كانوا فريقي على المستوى الشخصي حتى قبل قرة القدم كانوا رائعين ودائماً أفتكر هذا إزاي تعملتوا مع زين الدين زيدان في غرفة خلع الملابس بعد المباراة؟ هل كان فيه نوع من أنواع الدعم؟ هل كان فيه نوع من أنواع الفضول لمعرفة إيه حصل؟ هل كان فيه توجيه لوم لزين الدين زيدان؟ بما أن الوقع دي كانت اللي أثرت على يمكن فرص فرنسا في الفوز بالبطولة؟ إزاي تعملتوا مع نجم كبير بحجم زيدان؟ فوراً بعد الماتش أعتقد أننا لم نتحدث بعد المباراة لأن كما قلت لك بعد المباراة كان يوجد العديد من المشاعر ولكن إذا تحدثت ولدي مشاعر ستفتقول أشياء ليست في محلها ولكن كان لدينا الغضب طبعاً ومن الغضب والحزن الشديد ولهذا فضلنا أننا نتحدث ولم أتحدث مع زيد دين زين بعد المباراة ولكن إذا أتحدث الآن بعد كثير من الخبرة في هذا الوقت حين إذا أتحدث مع زيد دين زين فأقول له أنا كان لدي الحظ كان لدي الحظ أن ألعب بجانبه وهو الآعب الأفضل الذي لعبته بجانبه في تاريخ كرة القدم هو أفضل من الجميع أنا أشكره أشكره على ما قدمه لكرة القدم بالفضله أنا رأيت أشياء رائعة في كرة القدم بشكرك طبعاً نجم بايم يونيخ ونجم منتخب فرنسا ولي سانيول على مشاركتك معنا وإذا ما قابلت زيزو قريباً يعني يوجه له تحية كبيرة جداً من واحد من الجماهير العاشقة لفن زيدان واحد بشوفه من أرواح الحقيقة اللي لمسوا كرة القدم بشكرك شكراً جزينا ولي سانيول كل التوفيق للبيرن في بطولة شامبيونز ليج كل التوفيق لمنتخب فرنسا في تصفيات اليورو وبطولة كاس العالم واحد أيضاً من المنتخبات اللي أثبتت وجودها بشكل كبير في العشرين سنة الأخيرة ده كان لقاءنا مع ولي سانيول نجم بطل أوروبا طبعاً مع بير ميونيخ في الشامبيونز ليج وواحد من نجوم منتخب فرنسا الحقيقة اللي أمتعونا لسنين طويلة جداً بعد الفاصل الأهلي نيوز روم آخر الأخبار آخر المستجدات في السادسة ناخد مع حضراتكم جولة في كل أخبار النادي الأهلي في الأهلي نيوز روم زي ما قلت لحضراتكم طبعاً عودة للتدريبات مرة تانية النهاردة بعد راحة 24 ساعة بقرار من كولر السعدادة لمواجهة أمبي في مباراة الأربعة إن شاء الله 48 ساعة بتفصلنا عن مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي في مسابقة كاس مصر لنسخة الموسم الأخير النهاردة التدريبات الجامعية يمكن بدأت من دقايق بسيطة جداً والعيبة بتبتدي تنزل الملعب خليني كمان أطمن حضراتكم على هو يمكن كولر شخصياً طلب تقرير مفصل عن إصابة كل اللعيبة اللي غابت عن النادي الأهلي الفترة الأخيرة وخصوصاً السلية وصلاح محسن وكريم ندفد وخالد عبد الفتاح دي الأوراق اللي غابت أطمن حضراتكم كمان على ريدا سليم ريدا سليم ويمكن هتشوفوه وهنتبع زهوره في التدريب النهاردة بعد ما تعافى من كان بيشتكي يمكن من بعض الألام الخفيفة في رجبته وده اللي خل الجهاز الطبي والجهاز الفني يفضلوا أنه هم يريحوا ريدا وما يشركوش حتى في مباراة سانس جورج الأخيرة رغم أنه كان يحق لي الاشتراك يعني عقوبة الإقاف كانت بتقتصر على إقافه مباراة واحدة وده كانت مباراة الزهاب لكن الجهاز الفني فضل أنه يريح ريدا سليم وريدا جاهز إن شاء الله للمشاركة مع الأهلي في تدريبات النهاردة وإن شاء الله يكون جاهز كمان مع أنتوني مودست تحت طبعا أنا بكلم من ناحية الجهزية القرار في النهاية للمشاركة هيكون قرار مستر مارسل كولر يبدأ بمودست يبدأ بكهربا يبدأ بريدا سليم يبدأ بالشحات يبدأ بالأربعة مع بعض هو حر وهو ليه مطلق الحرية طبعا في الاختيارات لكن في النهاية عودة ريدا بالتأكيد وحقية مودست في المشاركة بداية من المباراة القادمة هتكون إضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الأهلي وبالمناسبة إحنا مش بعيد يعني تقدر تقول أنه نوعا ما كده أنه العد التنزولي بدأ لبداية مشوار السوبر الأفريقي أو بداية مشوار الأفروليج عندنا الحقيقة يمكن أقل من ثلاث أسابيع ويبدأ مشوار الأهلي بمواجهة سيمبل تنزاني اللي هيكون بعد الأجندة الدولية وبعد معسكر منتخب مصر في الإمارات إن شاء الله نلعب فيه مع زنبيا ومع الجزائر وبالتالي بدأ الأهلي بالفعل إجراءات استخراج الخاص بتأشيرات السفر لتنزانيا أول مطشاط الأهلي في السوبر ليج هتكون في تنزانيا في مواجهة سيمبل تنزاني طيب معنا زماننا محمد توفيق من داخل نادي الأهلي خلينا نروح للأول ونعرف أخبار التمرين النهاردة ونرجع نواصل أخبارنا يا محمد مساء الخير أهلا بك عودة للتدريبات 48 ساعة فاصلة أعتقد أنه لاستعداد الجدي والفعلي مباراة أمبي بيبدأ النهاردة نتطمن منك على تمرينة الأهلي مساء الخير الزماني العزيز أحمد تحتي لكم وكل مشاهدة قرناتنا دقاء في كل مكان بالفعل زي ما أنت قلت 48 ساعة بتفصلنا عن مباراة هم جدا أمام فريق أمبي في الدول النصف نهائي لمطورة كأس مصر للموسم الماضي إن شاء الله نادي الأهلي يحقق هدفه إن شاء الله يوصل لمباراة النهائية حفاظا على لقبه العام التاني على التوالي بإذن الله رب العالمين كان زي ما أنت قلت أحمد التدريبات بدأت منذ قليل في تمام السادسة تماما بدأ التمرين يمكن طبعا كان قابله في محاضرة فنية مثل مرس الكولر مع اللاعبين في غرفة المحاضرات طبعا لدراسة فريق أمبي كافة الجوانب الفنية الخاصة به نقاط القوة ونقاط الضعف أسلوب لعبه كمان أسلوب مواجهة النادي الأهلي إن شاء الله في مباراة الأربعاء القانم بإذن الله رب العالمين يمكن تدريب بدأ على طول ببعض الفقرات البدنية الخفيفة ومن بعدها على طول تدريبات الكولر فريق مكمل في بعض التدريبات الفنية الخاصة ببعض الجمل اللي بين ومستر مرس الكولر إن شاء الله طبقها أمام فريق أمبي ومن بعدها إن شاء الله يكون فيه تأسيمها بين اللاعبين بإذن الله يختتم بها تدريب اليوم إن شاء الله بكرة كمان يبقى فيه تدريب ختامي فيه تمام السابعة مساء من بعدها على طول مستر مرس الكولر هيختار قائمة من 21 لقب لما بيت في أحد فناطق مدينة القاهرة الجديدة بالقرب من أستاذ القاهرة إن شاء الله استداداً للمباررة محمد خلينا أمام نادي أمبي في الدور نصف هاي ممكن القطاط اللي احنا استقبلناها مع الهوى دلوقتي من شوية شفت فيها عمر السلية موجود في الملعب عايزة تطمن منك على حالة عمر مدى جهزيته احتمال عودته للمشاركة مرة تانية مع الاهلي ممكن يبقى بداية من ايه وعايزة كمان المعلومات اللي جاتلي من النادي الأهلي إن ريدا سليم جاهز للمشاركة وإنه الشكوى اللي كان بيشتكيها واللي أبعدته عن المشاركة في مباراة سان جورج من بعض الألام في الرجبة انتهت وبالتالي هو جاهز للمشاركة هيكون موجود في تنمينة النهاردة ممكن يكون ورقة من الأوراق اللي يستخدمها مارس الكولر في المطش الأربع ولا لا خليني أطمن لك بقى على كل اللاعبين اللي كانوا غايبين لفترة يا فاتح أحمد يمكن بداية زي ما ذكرت عمر السلية ومحمود متولي بينطبق عليهم نفس الكلام هما في الفترة الأخيرة من برنامجهم التأهيل والعلاج يمكن الاتنين بدأوا منذ الأسبوع الماضي الجارية حول الملعب زي ما انت شفت النهاردة في اللقطات اللي زيتها معاك على الهوى يمكن الاتنين في برنامجهم التأهيل زي ما قلت لك بدأوا الجارية بعض التمرينات البدنية الخفيفة كريم ندفد كمان قبل مدات التمرين كان برضو بيجري بعد التدريبات لسه شفائية صلاح محسن كذلك الأمر في الفترة التالية اليوم خالد عفتاح كمان حابب أطمينك عليه ممكن خالد عفتاح الحمد لله موجود بيشارك في التدريبات ولكن طبعا حرصة من الجهاز الفني والطبي على سلامة اللعب خاصة أن أجراج راحة مهمة جدا في الكتف فإمكان هم صبرين عليه شوية أحمد مش هحبين يدخلوه في المباريات أو بشكل كبير جدا في التدريبات الجامعية خوفا من تجدد الإصابة أو أن يدخلوا تخطف نفس المكان العملية فتبقى فيها مشكلة يعني إن شاء الله على نهاية الأسبوع هيبقى فيه أشعة تانية الخلعة الفتاح يتطم من خلالها الجهاز الطبي على جهازياته بشكل كبير جدا وبإذن الله يكون موجود مع الفريق في القاريب العاجل رضا سليم كان رضا سليم بس كت مجرد كدمه في الرجبة فضل الجهاز الفني من يجري بعض التقويات كده أحمد والتدريبات الاستشفائية خلال الأسبوع الماضي ولكن هو موجود في التدريب الجامعي الحمد لله بيشارك بشكل أكثر من رائع المشاكلة زي ما أنت قلت وبقيت كلامك رجع لي مستر مارسل كولر في الوقت اللي يشوف أنه هو مناسب الدفع برضا هيكون موجوده ولكن من ناحية الطبية هو سليم تماما نفس الوضع ينطبق على أنتونو مودس يمكن أنتونو مودس ما شاركش بس فاخر مواطنين لظروف القيد ولكن هو من ناحية الطبية هو لوق تماما بس يمكن بعض التدريبات كده البدنية ويهي برنامج تدريبي خاص كان معمول لي بالجهاز الفني ولكن هو طبيا جاهد للمشاركة في أي وقت حسب رؤية الجهاز الفني كل التوفيق طبعا للفريقنا في مباراة الأربع اللي جاي بشكر الزميل محمد توفيق دي كانت أخبار تمرينة النهاردة وإن شاء الله أنتابع مع حضراتكم بكرة اللامسة الأخيرة قبل الدخول في معسكر استعدادة لمواجهة MP فيه قبل نهاية كاس فاصل ونرجع لحضراتنا ملامح دور المجموعات في دوري الأبطال أفريقيا بارد مبارح بعد تأهل سيمبا اكتمل عقد ال 16 فريق اللي هنشوفهم بيظهروا في دور المجموعات ودول اللي هنتكلم عليهم مين ممكن يكون منافس محتمل شكل المنافسة توقعات المجموعة الأفضل بالنسبة لأهلي وطبعا مباراة الأهلي وMP في قبل نهاية كاس مصر هي الحدث الأهم والأبرز اللي بينتظر وعشاق النادي الأهلي إن شاء الله كمان 48 ساعة ملفاتنا مفتوحة مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد عادل اللي بشرفنا النهاردة في سادسة سأخير الكابتن أحمد وأهلا وسهلا بيك بعد غياب حبيب الزحمد ومن الحلقات اللي باستمتها بيها مع حضرتك ودائما بسعيد وانا موجود معك تنور الدنيا حبيب تي نصعلت بع بعض 16 فريق لتأهلوا لدوري الأبطال وتقول لي مين ممكن يكون منافس محتمل مين مرشح لتحقيق اللقب إلى جانب النادي الأهلي من مصر الأهلي شايف بيرامدز ازاي في المسابقة دي أكيدنا ما فيه شك كمجلس دارة بيرامدز دعم شكل جيد للفريق وده ممكن بعض المراكز اللي كان محتاجها دعم بشكل أقوى من السنين اللي فاتت للاشتراك في دوري أبطال أفريقيا أعتقد أن السكوال عنده كامل كامل عدد بنجومه اللي هو يقدر يخليه من نفس قوي في بطولة أفريقيا لأنه البطول الأقوى على مستوى أفريقيا اللي ما نجحش في الكونفدرالية سؤال طبيعي والله وموضوعي اللي ما نجحش في الكونفدرالية وكان دايما من الفرق المرشحة لتحقيق اللقب هل يقدر في قولة تجاربه ويثبت نفسه في بطولة بحج دوري الأبطال قوة المنافسة اسماء المنافسين متارخهم في البطولة هل شايف أنه ليه فرصة حقيقية في المنافسة على الأقل في دور المستخطي دور المجموعات بس أستعمد دايما لو هتتكلم هتتكلم على قيمة بيرامس قيمة بيرامس أنا بشوف أن هي عندهم قومات البطولة لكن ما بتحققش البطولة ودي ترجع للعيبة أكتر من المجلس الإدارة وأكتر حتى من الجهاز الفني اللعيبة كلها بتلعب منتخب مصر كيف تلعب أهلي وزمالك بتلعب فاندية كبيرة حتى لصفقات اللي جاية صفقات قوية لكن مقامات البطولة دي بتأمين قدة اللبس عن طريق اللعيبة ودي اللي ممكن بعض الشيء اللي بيبقى فيها شكوك شوية على فريق بيرامس لكن اللعيبة أكيد اللعيبة كبيرة عندها أسماء لكن مهم جدا الهدف والطموح اللي بقى موجود عند اللعيبة وتحقيق البطولة وخصوصا أن كل مكاومات البطولة متوفرة ماديا الجهاز على على مستوى مجموعة لعيبة خامات فنية جيدة أعتقد أن ما فيش حاجة نقصاهم وده كان دليل لكلامي مستر باتشيكو بأول موسم أن بيقول بلغة الكورة كده أن مجلس اللي داري وفر لي لابن العصفور أن أنا حقق بطولة فأتمنى أن يمشوا بنفس النهجة أو بنفس الإمكانات الفنية اللي عندهم ومش نقصهم حاجة بصراحة أنهم حققوا بطولة مرشح للقب منافس على اللقب بعيد عن الحسابات تحطه في أي خانة لا مش هنقدر نقول مرشح للقب ممكن يعد الدور اللي جاي لكن جنوب أفريق نروح لنمشي فريق فريق جنوب أفريقيا مرشح ده مفيش خلاف عليه طبعا مرشح مرشح بس ما عندوش برضو أنه يحقق البطول يعني ما عندوش مقاومات أنه يحقق البطول لأنه زي ما أقول لحضرك مقاومات البطول وإحنا بنرجع على الفرق بس السنداونز عنده كل مقاومات البطول يعني هو تاني أعلى قيمة السوقية بعد نادي الأهل كواليتي كورا الكل المتفع عليها على مستوى أفريقي نادي جماهيري نادي حقق اللقب قبل كده نادي بطولات بيفوز في جنوب أفريقيا وبرج جنوب أفريقيا ايه المقاومات اللي ممكن يكون بيفتقدها سانداونس انه هو يحقق البطول انه دي اللي موجودة عند النادي حساب الزمالك في 2016 حقق مع بيته موسيماني بس انا هنا حطر الروح لمقارنة بالنادي لا انا مش بقارن بالاهلي انه الاهلي خارج المنافسات يعني الاهلي بذات السنة مش عايز دي بقى ثقة وعالية ومش عايز دي بقى غرور لكن انا بكلم على ان واقع الاهلي السنة دي افضل بكتير من من الاربع سنين انت تأهلت اخر اربع نسخ لنهائي بشوف ان نسخة الاهلي السنة دي مع مارس الكولر هي اقوى نسخة في الخمس مواسم الأخير ففرص الاهلي ان شاء الله بإذن الله كفيرا جدا انا بكلم حضرك هتلاقي سانداونس اللي هو اخرى 2016 يعني بقاله حوالي سبع سنين ان هو محققش البطولة دي برضو ممكن تبقى مشكلة عنده ان هو بيوصل فينال وبيوصل سيمي فينال بس ما بيقدرش يحقق البطولة لكن هو يقدر يوصل يوصل يعني تحطه في خانة المرشح مرشح للق يبقى عندنا مرشح ومنافس طيب جالاكسي من بوتسوانا لا ممكن خارج المنافسة الترجي التونسي السندي الترجي ممكن يوصل ادوار متقدمة لكن مرشح ولا منافسة ممكن يكون منافسة قوي منافسة قوي نجم السحيلي التوريس النجم السحيلي لا منافسة قوي برضو منافسة قوي منافسة قوي مدينة الغاني دايماً بيترو أتلاتكم بيبقى يعني يعني فرقة دايماً بتقدم مواهب بتقدم نجوم بتلعب كرة محتربة جداً لكن ما عندهاش برضو فكرة ترجمة ده لتحقيق لقب أو بطولة لا هي فرقة بيترو أتلاتكم النوعية اللي بتطلع لعيبة كويسة بتطلع لعيبة صغيرة متوسطة العمارة عندهم صغير في السن بيبقوا مركزين في حاجة غير تحقيق البطولة ممكن حتة السسمار بقى لعيبة يونج أفريكنز وصيف الكافدرالية لسنة اللي فاتت تنزانيا لا منافس قوي منافس قوي عندنا مازينبي الكنغولي مازينبي من الفرق اللي برضو ممكن تطلع فرق كبيرة بتقدر تلعب مع فرق كبيرة مرشح ولا منافس قوي الوداد المغربي الوداد مرشح الوداد مرشح مرشح ومنافس قوي أكيد مرشح للقب يبقى أكيد طبعاً عدى فكرة المنافس انت اخترت الغالي تلاتة مرشحين الاهلي وسن داونز والوداد طيب أسك ميموزا كوت ديفور لا أسك بقى له كتير بعيد عن فريق أسك اللي هو القوي يعني احنا لما كنا مواملين أسك ميموزا أعتقد نوعه كان أسك أبت جان هو أسك أبت جان من كبار القارة أيام زمان لأننا اللعبناهم سنة 2007 كان بقى لهم 14 سنة بيخسروش فكانت مرأة وكانت أول خسارة كانت الحمد لله على قد نحن من بعد 14 سنة يتعادوا لمكسب كان على ملعبهم بالذات ومن بعدها مرجعش مجرمناش أسك أبت جان طيب أقول لأبوتريكا اللي هو عموماً باستثناء سان داونز أعتقد أنه في سيطرة شمال أفريقية على البطولات الأفريقية سواء دوري أبطال أو كونفيدرالي لأن حصل تطور كبير في شمال أفريقيا وفي منافسة أمام نادي الأهلية طيب هتحط أسك بموزة خارج الحسابات أو منافس لا خارج الحسابات أو خارج المنافس نوديبو موريتانيا فأعتقد بردو في شتريك كبير خارج المنافس الهلال السوداني الهلال منافس قوي لكن ليس مراشة وخصوصاً في ملعبهم يعني في ملعبهم بيبقوا متعبين في المباراة سينبا التنزاني لا ممكن تقول منافس شباب لزداد الجزائري لا من الفرق المرشح المرشح لا من الفرق المرشح لأن السنة يعملين فريقاً يعني شايف أن فرص شباب لزداد أعلى من فرص مثلاً فريق زي الترجي أو النجم السحالي أو مزيمبي ممكن لو هنقول في المربع ممكن بنتكلم في الأهلي سنداونز الوداد ممكن يخش معهم الشباب بلزداد أو فريق كمان مزيمبي مثلاً مزيمبي مثلاً يعني ممكن هيبقوا من الخمسة أو الستة اللي هم الماشيين دول الأقرب بالنسبة للمنافسة دول الأقرب يعني مثلاً في دول الأربعة مثلاً ممكن نرى الأربعة فرق دول صحيح هو جزء كبير جداً منهم هنسخن معهم في الدور الأفريقي يعني سيمبا بيترو أتليتكو سانداونز وداد كلهم منافسين محتملين للأهلي في مشواره في الدور الأفريقي هذا من أعرب الفرق هذا من أعرب الفرق وأكيد بتبقى من نفسها قوية أما من نادي الأهلي وخصوصاً هتلاقي حضرك السنة دي من الفرق يعني فيه أكتر من فرقة نافس النادي الأهلي بعكس السنين اللي فاتت يمكن ما كنا منشوف اللي وصل مع الأهلي الوداد بس إحنا كل سنة كل سنة بيبقى فيه يعني يعني الوداد خص معانيد سانداونز خص معانيد مفيش بطولة خدناها بتهالي كتسهل ده البطولة السنة اللي فاتت بيقولوا عليها البطولة أكثر دراما في تاريخ النادي الأهلي ممكن كانت أكثر دراما للظروف اللي كانت فيها النادي الأهلي لكن ما كانش منافس قوي مثلاً كان موجود آسانداونز موجود كان الوداد موجود لكن مش زي السنة السنة دي فيه حوالي ستة أو سبع فرق ممكن أنا أنا فاكر تصريحات لنجوم كبار مصريين مش بتكلم على بره دايماً يقول لك سبحان الله يا أخي شوف متابع مثلاً إعلام التونسية أو الإعلام المغربي حتى رغم المنافسة بين الأهلي والمغرب شديدة شوية السنين اللي فات والأندي المغربية الآن أخذ but not من نهضة بركان واخذ بطولة من الرجاء وأخذ بطولة من الوداد في المغير المفورة يبقوا شايلين من الأهلي شوية ورغم كده لما تجد الإعلام الأجنبي المغربي أو التونسي أو حتى السعودي مثلاً الإعلام العربي عمومي يكلم على الأهلي أخي يحطوه في حتة تانية حتى وقف أسوأ حالاته على العكس تماما الأهلي لما يتعصى شوية هنا ويحصل دروب زي ما حصل في دوري الأبطال في السنة اللي فاتت الكل راهن وبصوت عالي جدا اللي هو الأهلي خارج البطولة والأهلي مش هيكمل والأهلي مش هيقلق لا دايما الأهلي بيبع عنده الدوافع الدوافع بيستمدها من الكلام ده إن الأهلي خارج المنافسة الأهلي خارج البطولة مش على المستوى الفني اللي يليق به لكن ده بيدي دوافع داخل قدة لبس النادي الأهلي طب خلينا أسألك بس الكلمة اللي أنا قلتها من شوية إنه الأهلي السنة دي يختلف عن السنوات الأخيرة أو الخمس أو الأربع مواسم الأخيرة اللي حقق فيهم البطولة ثلاث مرات واللي وصل فيها للنهائي أربع مرات على التوالي يختلف من حيث الإدارة الفنية تاني سنة مارسل كولر أكثر نوتجن أكثر خبرة أكثر ممارسة أكثر دراية بالمسابقة نفسها وطبيعة المنافسين والأندية اللي بتاخد المنافسة مع النادي الأهلي أكثر دراية حتى بالسقوات بتاعه وبلعيبته تدائمات المركاتو ثلاث صفقات إمام وردى ومودست وعودة معارين زي صلاح محسن وكريم ندفت وعودة أكرم توفيق وكريم فؤاد من الإصابة بتتكلم على سبع لعبين يمثلوا إضافة حقيقية للأهلي السندي إيه الاختلاف بين الأهلي السندي وبين الأهلي السنة اللي فاتت أكيد ما فيه شك كل الإمكانات متوفرة حتى للجهاز الفني وده ما يميز النادي الأهلي على مدار السنين والاستقرار الإداري وده بينعكس على الفريق كتيم مع مدير فني زكي جدا كوي الشخصية ملم بكل الأمور الفنية والأمور حتى معرفة كيفية إمكانات اللعيبة إمكانات اللعيبة واستقراره أو الإبقاء على القوام الأساسي للفرقة زاد أن الرجل دايما بيشتغل على طريقة لعبه معينة إن الخمسة وعشرين اللاعب وده بيظهر في المباريات يعني ممكن بنقول كلام ممكن بيانطبقش في الملعب لكن كلام ده بيانطبق في الملعب وده ظهر أكتر في مباريات سن جورجي الأخيرة إن حوالي ستة لعيبة ما بيشاركوش أو كانوا بعيد ويخشوا نفس الأداء نفس سيستم اللاعب نفس أداء اللاعب ده بيرجع للراجل واستقراره على القوام الأساسي للفرقة مع الدعم الكامل من مجلس الإدارة اللي بيدعمه بصفقات جديدة نقص الراجل والراجل كان دايما بينشد الفترة الأخيرة بفرود فرود صريح لأنه بقاله فترة بيلعب الشريف ممكن فرود مش مركزه الأساسي لكن كهربا مش مركزه الأساسي لكن هو بفرود رقم 9 إده المجلس دارة وفار له صفقة زي مودست في مكان كان نايس عنده مع رعيل حمدي فتحي مجلس دارة وفار له إمام عشور لصغر سنه وإمكانات فنية كبيرة جدا فكل الكلام ده هيوفر له استقرار هيوفر له أداء جيد مع أن اللعيبة مساعدها بشكل كبير جدا أنه يطبق أسلوب لعبه وده يرجع لخبرات اللعيبة وحتى مدى استيعابهم لليه شغل الراجل ولطريقة لعب الراجل لكن الراجل من ميزاته هو مسبت تشكيل مسبت سيستم لعب مسبت قوام أساسي بيلعب به كل اللعيبة بيشارك بالخمسة وعشرين لاعب وده كان بقى أنا فترة ما شفنهاش في النادي الأهلي وده كان من ضمن السلبات اللي كان فيها مستر موسيمين اللي كنا نتكلم عليه دايما كان فيه تحيق أو بطلطين لأفريقيا لكن كان خمسة واشر أو ستاشر لعب اللي بعتمد عليهم طول الموسم وقد كان مسبب أزمة للنادي الأهلي فيما بعد لكن الراجل دلوقتي ما اعتمد على الخمسة وعشرين لاعب اللي مطمئني بشكل كبير جدا خلص أن كل اللعيبة رجعت وبقت موجودة وخصوص من كمان أم كريم فؤاد وكتعودة بالنسبة له أنه يرجع بهذا في يدي له ثقة كبيرة جدا مع عودة أكرم توفيق مع إضافة للصفقات اللي حضرتك قلت عليها لا أكيد ظهور كمان رضا سليم في بداية المباريات يعني كل ده بيضيف للنادي الأهلي كل ده بيضيف حتى للمراكز اللي داخل نادي الأهلي أنه عندك اثنين أو ثلاث لعيبة بيشاركوا في أي وقت كل ده بيضيف للراجل فكل العوامل دي لازم هتلاقي بطولة في الآخر أنت كان معاك دوتو في الملعب دائما بيبقى فيه دوتوهاب في حالة تجنس وتفاهم طبيعي طبعا من الكرة الجماعية ومدير فني وشغل وتكتك والتزام خططي وكل الكلام ده مفهوم لكن في أوقات كتير جدا بتحس إن فيه تفاهم بصرف النظر على التدريبات والتكليفات اللي مطلوبة من المدير الفني الاتنين اللي قاعدة دول فاهمين بعض بدون كلام ومن غير ما يبصوا البعض ومن غير ما يعرفين أو شايفين بعض في الملعب هم فاهمين كل واحد بيفكر إزاي وبنان عليه بيبقى فيه لغة التواصل كده كان دايما ما كانش اللاعب اللي قدامي كان كهو كان اللي قدامي على طول ويمكن كنا يعني إحنا كنا أربعة في مكان واحد وكان اللي سابت دايما قدامنا كان بركات عمد بركات كنت ساعة أنا ألعب ساعة كابتن إسلام الشواطر فتحي أحمد صديق لكن اللي كان دايما جنبنا على طول محمد شاوئي محمد شاوئي بالنظرة بالنظرة العين كده حتى من غير حتى ما بصله شاوئي على طول فيه الملكة دي اللي هو اطلع ما تخافش فدي بتطمن بتطمنك انت وانت لاعب وده بيضيف للفرقة بشكل كبير جدا وكان هو اللي متحكم في رتم اللاعب النادي الأهل اللي انا كنا مجادين فيها محمد شاوئي لكن كان اللي سابت دايما قدامي على طول هو بركات فكان فيه زي انسجام شكل كبير جدا للجابها دي شاوئي كان برضو واتف موت في الملحة طبعا لا من أميز من أميز ديفندرات اللي حتى تطور تطور شكل الديفندر في مصر إنه يروح ويسدد على المرمى يجيب أهداف فلا شاوئي لا وبروفايل أوروبي طبعا يعني بفتكر أنه يمكن يمكن يعني السايلو يكون قريب جدا من باتريك فييرا بالزبط بتاع منتخب فرنسا والأرسنال طبعا واحد والحقيقة البروفايل ده احنا مفتقدين وحتى في الديفندرات عندنا بقالنا فترة طويلة لا احنا بقالنا فترة مفتقدين عندنا ديفندرات قويسين بس كان مع البروفايل شوئي اللعب يعني الجسمه ضخم قوة بدنية مطلوبة جدا في المركز ده سرعة بوكس تو بوكس بيروح أجون وبيسجل فيعني البروفايل ده مش فاكر آخر حد ممكن يكون جي شبه محمد شوئي في نص الملعب مين لا فيه لعبة كتير يعني كان أهمون برده حسني عبد الربو كان برده بقدر يعمل حسني بروفايل تاني يعني حسني بروفايل طبعا لعب نصف بس هما في كتير في كتير في المنطقة دي لا ده عندنا في الحتة دي كتير صحيح عندنا أحمد حسن وعندنا حسام غالي حسام غالي في حتة دي يعني في حتة دي حسام غالي يعني في حتة تاني خالص في حتة تاني خالص لا صعب صعب برضو ده ما كنتش وصل للناس ان انت ان انت تشيل نصف ملعب النادي لأهلي ده مش سهل يعني زي ما نتكلم دي وقت على مثلا مرعون عطي على أليو ديانج قبل رجع رجع بالسلام السولية يعني الحتة دي رقم 6 ده لا بس أنا أنت عارف أصلي يا أحمد انه المركز ده المنطقة دي في ملعب ليها من التطلبات موجودة طبعا بلا شك بلا شك في أليو ديانج موجودة بلا شك في مروان موجودة في حمدي فتح قبل ما يمشي موجودة في لعيب زي طرق حمد مثلا موجودة لكن ان يكون عليها كمان زيادة انك تبقى كوير انك انت الجبهوري يبقى مستني كرة تيجي ليك عشان هيشوف في لقطة متعة دي اللي كان بتميس حسام غالي لا بتميس حسام غالي حسام غالي كان من نوعية كمان حتى اللي بيتحكم في رتم اللعب يعني هو مش دفندر او ستة رقم ستة ستة او بيلعب تمانية لا بيبقى عنده حرية انه دايما بيكمل وممكن يصنع هداف ممكن يبوز لك هجمات بشكل كبير جدا وده كان بيظهر في الفرق امام الفرق الكبيرة لا فارق كان فارق ولما كبر كمان نزود ده دوره كليدر في الملعب بصراحة ككابتن فريق يعني كابتن مش شارة كابتن فريق بيتكلم وبياخد موقف وبيقوم الفرقة وبيوقف الامور عند حد يعني كان عنده كنترول شخصيته جوة الملعب برضو كتواضحة جدا طبعا ولعب زي كده بيوفر حتى على المدير الفني لازم يوفيه قائد داخل الملعب فكان بيوفر عليه مدير فني هرجع لحد الدوتوهات قبل ما نروح لمطش امبي وكلمنا على سبع اسماء زادو فعليا على سكوادر مارس الكولر وسكوادر نادي الاهلي السندي وده هيعمل إلى حد ما زحمة وده الراجل بيشتغل على فكرة فممكن مثلا معلول يبقى بيلعب مطش ده مع الشحات اللي بعده بيلعب مع رضا سليم اللي بعده بيلعب مع عبدالقادر مثلا يعني الناحية التانية ممكن تلاقي مثلا هاني بيلعب مع برسيتاو ممكن يكون بيلعب مع كريستو ممكن يكون بيلعب مع ساعة حسين الشحات برد يعني وراجل مسبت حسين أكتر شمال وتو يمين يعني أصد أقولها بقى الروتيشن ده يخلي فيه ناس كتير شغالة مع عضا ادو التهات اللي ممكن تكون انت تتمنى أنها تكون موجودة أو حاسس أنها ممكن تراهن على نجاحها الموسم ده مع العالي اللي أنا بشوفهم دايما يعني زي ما حضرك قلت هاني سابت على طول وعلي معلول سابت على طول والتغييرات كلها في الطرفين اللي قدام لكن اللي أنا بشوف أنه هم يعني في كمة الهيرموني ده بيرسي تاو هاني ومنها حتى تانية حسين الشحات وعلي معلول دول دول أميز اتنين يعني لكن فيش دويتو جديد يخش فيه ريدا سليم ريدا سليم ريدا سليم إضافة قوية إضافة قوية ومنافسة جديدة ريدا مثلا ريدا مع علي السنة اللي فاتت كان فيه دويتو مش عايف تاخد خط بقلك من ولا تاو وكهربا والتاو وكهربا صح لا السنة دي إمام وكهربا السنة دي إمام وكهربا دي اللي ضافها إمام في نص المال يعني دي اللي ضافها بشكل كبير جدا حتة التكملة حتة السروب وصل اللي بيعمله إمام بيطلع كرة من رجله صح بيقدر يخلق فرص حتى للفراو ده دي الإضافة اللي عملها إمام عشور بيقدر يسدد على المرمى برجله اللي اتنين فأعتقد دي إضافات هتضيف لخطة وجملة دي الأهلي إن شاء الله طيب نروح لماطش أمبي إجمالا كده أو بشكل يعني مختصر شايف المواجهة دي ازاي وشايف أمبي دلوقتي في مواجهة الأهلي في كاس مش في دوري ازاي أكيد أمبي أنا يعني من متابعة جيد وخصوصا كابتن تامر مصطفى المدير فني ومدير فني على مستوى عالي جدا أكيد النادي الأهلي هو بيلعب النادي الأهلي النادي الأهلي كتاب مفتوح بالنسبة له ممكن هيعاني بعض الشيء أمام النادي الأهلي النادي الأهلي فيه مفاتيح كبيرة خبرات أكبر وخصوصا إن لعبة أمبي المتوسط العمر 24 سنة 24-25 سنة لسه ما عندهم مش الخبرات لكن عندهم نشاط الشباب طريق منظم فيه استقرار حتى فني ولأنهم دعموا صفقتين بس السنة دي ومحافظ على القوام الأساسي من اللعيبة تيجي نشوف الأسماء اللي رحلت عن أمبي والأسماء الصفقات الجديدة تعالى نستعرض مع كده نحاول نتخيل شكل أمبي في مواجهة الأهلي يوم الأربع اللي جاي ونحاول طبعا نتكلم على طريقة اللعب والسيناريو المتوقع وإن كنت طبعا عارف إنه مواجهة الجيش تختلف عن مواجهة الأهلي ده صفقات اللي اشتراها أو اللي ضمها فريق أمبي السنة دي زياد طارق طبعا لعب الأهلي السابق ده كانت فري ترانسفر ونجوم ده لاعب من مالي أعتقد ده على مالي سنغالي فيه نجمة ماشي سنغالي ده كان بيلعب فيه فريق اسمه جوادي لواءي تقريبا جوادي لواءي في السنغال ده صفقات بس اللي عملتها أو اللي عملتها إدارة أمبي نبص عدراك هتلاقي متوسط السن يعني لعب السنغالي ده تلاقيه 19 سنة أي وهتلاقي زياد 23 سنة أنا معرفش أعرف زياد لكن معرفش النجوم اللي هو اللي عمل للمهاجم راس حربه ده عنده 19 سنة ده اللي ما اعتمد عليه كابتن تامر مصطف اللعبة الصغيرة اللعبة الشابة اللي تقدر تنفس تعليماته إنه قدر يحركها على مستوى اللعب اللي هو بيلعب به هو ولا أوفة ممكن يكون مرشح للمطش اللي جاي لا أوفة أوفة تمام طبع نروح لللاعيب اللي رحلت عن سكواد إنه مش عمري مرعي عمري مش راح المقاولين إشميل سبيكلي إبراهيم جلال باسم عادل عمر عدلي خالد رضا مؤمن راضي محمد اسماعيل جرجس مجدي ديريك كاكوزا ده في فرقة كاملة مش لا في لعبة كتير بس ما كانش بيشكروا بيشاركوا السنة اللي فاتت ما كانش بيشاركوا بصفة مستمرة لكن زي ما قال حضرك اللي ما يميز كابتن تامر وفريق أمبي إنه هم محافظين حتى على القوام الأساسي اللي كان بيشاركوا السنة اللي فاتت طيب أنا عارف طبعا إنه يعني لما هتيجي يتفكر كمدير فني في مواجهة الأهلي تختلف تماما عن مواجهة أي فريق تاني وبالتالي ممكن تلجأ لتاكتك أو طريقة لعب أو حتى تشكيل مختلف عن اللي انت بتعود عليه أو بتواجه به معظم منافسيك على مدار الموسم لكن فيش حاجة تمنع أن احنا نبص على آخر ماتش لفريق أمبي كان قدام فريق طلاع الجيش ونشوف كده التشكيل والطريقة اللي اعتمد عليها وأكدت انتمر بيلعب 3-4-3 بيلعب 3-4-3 وبالذات طريقة اللعب دي تعتمد على باكين التارف اللي بيعمل زيادة عددية مين مفاتيح لعب عندهما كابتن أحمد لا فيه أكتر مفتاح لعب شايف هنا رفيق كبه هو كمان رسل حربة صريحة اللي لعب به التشكيل هم عندهم نزعات هجومية وخصصهم على أطراف الملعب طعم طريق محمد هلال أو حواش دول من محمد حمدي اعتقد لو هو نمرة 47 صح لو ده اختصار حمدي مفترض أن محمد حمدي دايما بيلعب ناحة الشمال ده اللي نعرفه عنهم يعني على اعتماد انبي على حمدي لكن هنا برضو كان واضح أنه كان ليه أدواره هجومية وبيلعب ناحة اليمين لا هو ممكن طريقة اللعب مع نادي الاهلي هتختلف شوية هتختلف شوية مش هيبقى فيه نازع لهجومية مش هيلعب جمع مفتوح زي ما كان بيلعب الجيش هيبقى عامل حساب مفتاح لعب نادي الاهلي كويس فأعتقد أن لا فأول المباراة هيبقى فيه مرحلة جص نبض من انبي وخصوص أنه بيلعب أمام فارق كبير زي النادي الاهلي فأعتقد أنه هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا نقفل مساحات وده اللي أكيد هيشتغل عليك حبتم تامن هل يلجأ لخطة 3-4-3 قدام الاهلي لأنه إلى حد ما خطة فيها الدفاع هجومي يعني وخصوصا مع قوة الاهلي الهجومية انت بتتكلم يمكن أنه أخوة خطة في النادي الاهلي والخطة الهجوم لا هو هنا ولا بيبقى صعب على مدير فني غير طريقة حفظ لعبته أو عود لعبته عليها ما لسه أقول لحضرتك هو ممكن يلعب بنفس الطريقة لكن بيدي مهام دفاعية اللي باكن الطرف اللي باكن اللي باكن يعني تقلب أكتر لـ 5-4-1 ممكن يلعب 5-4-1 أو 5-3-2 فممكن يقلب الطريقة كده لكن هو هيبقى مثبت التلاتة اللي وراء معه أنه هيبقى فيه حرص بشكل كبير جدا من البكين أنهما ما يزيدوش بشكل كبير لأنه هو أكيد كابتن تامر يزيفل على أطراف الأطراف يزيفل على أطراف الملعب سواء عن طريق بيرس التاولة أو شارك أو عن طريق حسين الشاحب مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في الأسماء الموجودة في قائمة أمبي كابتن أحمد مين لو قفلت عليه توقف أو تشل حركة أمبي أو تشل خطورة أمبي في المباراة لا هو كابه هو من فرودة لمنكم من نص فرصة يجب لك هدف رفيق كابه رفيق كابه وحواش برضو مفتاح لعبه مهم لا مفتاح لعبه مهم ممكن نادي أمبي برضو بيقدر استغله في بعض الأوقات دي ممكن من أميز اللعبة لفريق أمبي لو قفلت عليه من شكل كويس لا مش هابقى فيه خطورة عن نادي لا طيب أروح للأهلي والطريقة والتشكيل وش التشكيل يعني الطريقة خلينا نقول الأنسب وخصوصا أنه هنا أنت قدام حيرة هل بعد مباراة سان جوج الأخيرة أنا أعتقد أنه وانت قد تبتلت كلامك بفكرة أنه في ست العيبة بدأوا ما كانوش بيبدأوا بشكل أساسي وكل أعتقد قد مباراة كويسة هل تراهن على استمرار بعضهم مش تازم كلهم لكن هل تراهن على استمرار بعضهم ولا تغير في التشكيل ولا ترجع للتشكيل اللي أنت بدأت به الموسم لا أنا أفضل يرجع بالتشكيل اللي هو بدأ به يرجع بالتشكيل اللي بدأ به والتشكيل المعتاد للنادي الألي ومحمد الشناوي رامي ربيعة محمد عبد المنعم علي معلول محمد هاني في نص الملعب ألي ومروان وقدامهم إمام حسين الشحات بيرسي تاو كهرباء كهرباء ما تبتديش بموعدة ستوردة سليم وأفشا أفشا اللي أقدم يعني مباراة كبيرة جدا وهنا الجزء برضو أنت أكيد مرد بده عارف قدي لما العيب بيعمل الجيم كبير يعني أفشا المطش الأخراني واخد منو ده مطش كل الحقيقة أجمع لو كان نجم المباراة وقدم مباراة كبيرة جدا تبقى محبطة للعيب شوية لما تيجي المباراة اللي بعدها تلاقي نفسك مش اختيار أساسي بس دي بترجع حتى للراجل المدير فني وكلامه حتى مع اللعيبة ممكن كلامه مع اللعبة حتى لو عايز هو فيها عملية تدوير ودي سياسة الرجل دي ما بتزعلش اللعيبة لأن كان فيه انت لو حضرك تشوف تشوف الدكة بتاعت النادي النادي الأهلي من مطش اللي فات كلها ستة أساسيين فلعيبة كانت بتلعب فدم ما يزعلش هو بيحصل عملية روتشن فيه تدوير على كل اللعيبة وارد ان ممكن ممكن أفشا يلعب على حساب أمام لكن اللي ما يميز لعيبة النادي الأهلي انهم خلاص بعمدهم الثقافة دي بقى طريقة الترابط اللي بينهم وبين الراجل ان خلاص كل اللعيبة بتشارك كل واحد ليه دور امتى وانو مباراة دي اللي بتحكم فيها الراجل ودي اللي الراجل عاملها بشكل كبير ان اللعبة مش بتزعل اللعبة مش بتقلب وشها تفتكر مارسل كولر وهو بيعمل الروتيشن ده في دماغه تشكيل مثالي او في دماغه حاجة عايزة وصلاة خد بالك انت هتلعب مطش امبي ده ومن بعده مطش الاسماعيلي وبعد كده تبتدي مشوار الأفروليج فجزء كبير جدا من الراجل بيفكر اعتقد انه طبيعي وهو بيلعب المطشات دي بيفكر كمان انه السكوات تبقى كاملة او جاهزة عندك مطشين سان جورج غاب عنهم اتنين لعيبة اعتقد هايبوا مهمين جدا في مشوار الأهلي افريقين وفي كاس العالم زي ريدا سليم وزي انتوني مودست محتاج تدخلهم في الفرقة محتاج ياخدوا حساسية مطشات يبقى فين سجام متفاهم اكتر بينهم ومن بقية اللعيبة كل ده مش هتعمله غير في 180 دي بس مطش امبي ومطش الاسماعيلي اعتقد ان هما هيباليون فرص طبعا ما يميز الرجل الرجل عنده ثوابت يعني الرجل عنده ثوابت شغال عليها مع تغيير بعض اللعيبة اللي احنا تكلمنا فيها لكن اللعيبة اللي مش هتشارك في أفريقيا هتبقى ليها دور سواء في البطولة المحلية او في طولة الكاس طولة الدوري او بطولة الكاس مش هيخسارهم برضو لكن هيخشوا في نفس سيستم اللعب وفي نفس اداء اللعب فهنا دي ده زكاء الراجل لما يقول للراجل زكي ان هو بيعرف يتعامل مع كل اللعيبة بنفس السيستم بتاعه ونفس الأداء بتاعه بيقدر يوصل للعيبة ان انا في بعض اللعب انا ممكن اعتمد عليهم في المباراة دي في لعبة ممكن اعتمد عليهم في المباراة اللي جاية فده عامل حالة جاية داخل قودة لبس النادي الأهلي عشان كده ما فيش مشاكل داخل قودة لبس النادي الأهلي لكن سواء ان ريدا سليم او مودست اكيد اضافة للسكواد النادي الأهلي او طريقة لعب الراجل وهو الراجل بيبقى ملم بكل الامور الفنية حتى في اي مباراة ان هو يبدأ بقى انه تشكيل يلعب بقى طريقة لعب الطريقة اللي يلعب بيها ازاي امام انه فرق بيدرس فرق بشكل جيد النقطة ضعف ونقطة كوف الفرق المنافس لا الراجل بيلم بكل امور دي ده اللي منطمننا بشكل جديد من بعد يوم تمانية نعتبر دخلنا في مرحلة الجد وهنا مش بقصد بكلامي النادي الأهلي بس بكلم الكرة المصرية كلها ازاي شفت بداية الموسم ازاي شفت انطلاقة الاندية المصرية في افريقيا ازاي شايف ده ممكن يكون مودينا لمشاركات افريقية مثلا زي الاهلي في بطولة السوبر ليج ومن بعدها كاس العالم او منتخب مصر في بطولة امم افريقيا اكيد كانت بطولة سواء على مستوى الفرق اللي كانت بتشارك في افريقيا مش هي الاحسن حاجة لكن اللي هيميز الفرق دي اللي عاوده بسرعة زي ما رجع النادي الأهلي وقده بشكل جيد رجع فرق برامتس وقده بشكل جيد فوز الزمالك اخر مباراة لا بالطولة اعتقد السنة دي اقوى اقوى السنة دي زياد ان بعض اللعيبة اللي كانت غايبة عن منتخب مصر الفترة الاخيرة من النادي الأهلي اكيد هتضيف لمنتخب مصر الفترة اللي جاية وصنده بمثل المجموعة الاقوى امجموعة اللعيبة الاقوى داخل منتخب مصر مع الحالة الفنية اللي موجودة عليها لعيبة النادي الأهلي اكيد هتضيف لمنتخب مصر شايف ري فيتوريا وتصريحاته الاخيرة والمعسكر بتاع منتخب مصر اللي هاجي فيها زامبيا والجزائر في مباراتين وديتين ازاي ويعني رأيك في تجربة فيتوريا اجمالا مع المنتخب المصر يمكن كنت اتكلمت قبل كده على تجربة فيتوريا انه هو حتى في المبارات الودية او في مرات التحضيرية هو لسه ما شاركش مع فرق تكون خصم تقدر تقيس عليه نستسني من دابل جيكا نستسني من دابل جيكا يعني نستسني يا احلى مبارات لعبة منتخب مصر يمكن تزهر مستوى المنتخب فعلا امام تونس فده لنا تمنع شخص بركة كان معايا كابتن فاتحي نصير وكان بيكلمني على فكرة انه اختيار تونس في التوقيت ده وهم اغلب لعبتهم محترفين في اوروبا فبالتالي المواسم عندهم بدأت بقالها اربع وخمس اسابيع في الوقت اللي منتخب مصر هناك ما كناش لسا بتدين الموسم فعليا يعني فبالتالي كان اختيار تونس في التوقيت ده اختيار خاطر هي القصة مش في قصة مستوى منتخب مصر ومستوى المنتخب التونسي بقدم انه التوقيت كان غلط انك تقابل تونس في الوقت ده انا بتكلم حتى فيما بقبل مباراة تونس ان انت ملعبتش فرقة ايس عليها مستوىك الفني انا عادي ممكن اخسر من اي فريق ده هيبقى لي النقطة الضعف اللي عندي لكن طول ما انا بواجه مباراة متوسطة المستوى مش هقدر ايس نفسي ممكن هلعب فرقة كبيرة مستوى الحقيقي هيبان زي ممكن ابلعب السنغال ممكن ابلعب كوتوفور كاميرون فده المستوى الحقيقي اعتقد ان مباراة الجزائر هتبين نقطة الضعف اللي عن طرف مصر اللي قدر الرجل يشتغل عليه صحيح هي اصعب واقوى اللقاء يمكن هاخده فيتوريا في الفترة التحضيرية لمنتخب مصر اللي بطولة الامم افريقية اختم معك بخبر طبعا النهاردة بمن احنا فتحنا سلطة المنتخبات اختيار طبعا وده اللي قرره مجلس الدارة التحالي الكرة اختيار وتعيين كابتن واق الرياض مدير فني لمنتخب 2005 وكابتن احمد الكاس مدير فني لمنتخب 2008 اكيد اضافة قوية طبعا ببارك لكابتن احمد الكاس ابن سكندرية وابن النادي الولمبي اضافة قوية بحضرات كديرة واحد من فواكه كرة في مصر طبعا جوهر السمراء طبعا ببارك لشيتوس طبعا واحد من لجوم 90 وشيتوس طبعا برضو ببارك له جدا وكان عامل شغل جاد جدا مع منتخب الولمبي لكن اكيد ان هو ياخد الرجل الاول اتمنى له التوفيق شيتوس القربي يعني القربي ليه شخصيا بيطور من نفسه بشكل كبير بيتعلم عازي يعمل حاجة لنفسه والاكيد للفريق منتخب مصر هتمنى له التوفيق ان شاء الله كابتن احمد الكاس يمكن بعيدة عن المشهد بقاله فترة طويلة مش قليلا لا كابتن احمد الكاس ممكن كان هو يعني دايما كان راجل اول حتى مع فرق الدرجة التانية هو طبعا كموهبة ما فيش خلاف على كابتن احمد الكاس وعلى حد يقدر يقل من قيمته سواء مع منتخب مصر او مع الولمبي بعد كده فضلت مرحلة الزمالك مرحلة الزمالك لكن على المستوى الفني يمكن كان الكابتن احمد ممكن بيمسك فرقة في الدرجة التانية وخصوصا كانت في اسكندرية يعني وكان من عمون فريق بيوري الاسميدة مسكوا اكتر من سنة ومسكوا الولمبي شوية الكامعة منتخب المنتخب لا كان ممكن دي اول تجربة اول تجربة للكابتن احمد اتمنى له التوفيق فيها شايف انه تواصل الاجيال وقصة المنتخبات اللي كانت واحدة من اهم اسباب تفوق مصر وخلق اجيال الحقيقة يعني سيطرت على افريقيا وقدمت عروض كويسة جدا على مستوى العالم بيحصل مرة تانية ولا لسه القصة بعيد شوية يمكن ده اللي انا تمنيه يمكن كنت من قريب كان معايا محمد شوقي وكنت بكلم في الموضوع دوت معايا ان مهم جدا يبقى عندنا كوادر ان يبدأ عندك مدرب واثنين وثلاثة حتى المنتخبات مصر ده كان ما يميز المنتخبات قبل كده منتخب الشباب وكان مع كابتن حسن شحات انا كنت موجود فيه وكان منتخب اولمبي كان مع كابتن شوي غريب ومنتخب الاول مش فاكر الفاتح كان مع كابتن جوهري لكن مهم جدا ان انت بتحضر كوادر لان بعد كده كابتن حسن شحات بقى مسك المنتخب الاول وعمل نتائج بشكل جبير جدا 6 و 8 و 8 فمهم جدا انت تخلق كوادر معوذب انجازاتك دايما مع المدربين المصري سبحان الله سواء افريقيا او كاس عالم دايما هتلاقي اسم الجوهري حضر اسم كابتن حسن شحات بقى دي له الصحة طبعا كابتن جواريا لارحمه ولكن الحقيقة دايما مدربين المصريين هم صنع البطولات والالقاب مع منتخبات مصر بس لما بيلاقوا الفرصة يعني ما بيلاقوا الفرصة والدعم الكامل من اتحاد الكورة ده لنا نتمنى سواء مدير فاني الواحده مش هيحقق اي شيء يعني لازم الجيل اللي موجود من اللعيبة ولازم المنظومة ولازم المسابقة دي عامل كتير جدا نتمنى نجاح لفيتوريا في الجميع الأحوال ونتمنى طبعا نجاح لكابتن رياض وكابتن أحمد الكاسم مع منتخبات خمسة وثمانية ونتمنى ويعني نشكر كابتن أحمد طبعا ونتمنى نشوفه قريب السادسة نعارة الدنيا كابتن أحمد ان شاء الله ربنا يا أهل تحياتنا لك دايما بنسعد وجودك معنا بكرا ان شاء الله لمسات الأخيرة وحلقة ما قبل الأخيرة يوم الأربع ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة النادي الأهلي وأكباره في حلقة السادسة بكرة تحياتي لكم